إذا ما عملنا شيء بشكورة قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن أولويات عمل حكومته خلال السنوات الثلاث القادمة ستكون الحرب على الإرهاب ومحاربة الفساد وتقريص البطالة وتعزيز العمل للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها تونس وأضاف رئيس الحكومة التونسي في كلمتها مام الجلس الاستثنائية لمجلس النواب الشعب للمصادقة على التعديل الوزاري الذي أجره الأربعاء أضاف ستكون أولوياتنا هي إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية ومحاربة الفساد وتحويل المؤشرات الاقتصادية في تونس مع نهاية العام 2019 إلى اللون الأخضر وشدد الشاهد على أن الحكومة في سبيل تحقيق أهدافها ستكون في أمسر حاجة إلى الوحدة الوطنية وتكاتب جهود جميع القوى السياسية ووضح أن الإصراحات ستطال الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصنادق الاجتماعية إضافة لمنظومة الدعم وعن أهم أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة قال الشاهد ستعمل الحكومة على الحفاظ على العز في مستوى نسبة 3% من الناتش القومي الخام في حدود عام 2020 وستحافظ على استقرار المدونية والوصول بها إلى نسبة 70% من الناتش القومي الخام لنفس العام كما ستعمل على التحكم في كتلة الأجور التي تمثل حاليا 40% من الموازنة لتخفيضها إلى نسبة 12.5% وستسعى لرفع النمو الاقتصادي إلى مستوى 5% وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد إجرى تعديلا وزاريا على حكومته يوم الأربعاء الماضي شمل حوالي نصف الحقائب الوزارية كما أضاف سبعة كتاب دولة بعد نحو عام على ترأس سهل الوزارة وقد حافظ الشاهد في تعديله الوزاري على التحارف السياسي القائم بين حزبي حركة نداء تونس وحزبي حركة النهضة الإسلامية وجرد جلسة البرمان بحضور 150 نائبا من أصل 217 تحت رئاسة رئيس الغرفة محمد الناصر الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن الحاجة اليوم ماسة في تونس لتعبئة كل القوى وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات واستكمال مسار توفير مسترزمات التنمية مشددا على أن مسؤولية الحكومة في هذه المرحلة هي أن تكون صانعة أمل لكل التونسيين الذين يحتاجون إلى إشارات للإطمان على مستقبل البلاد اشتركوا في القناة